السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله تمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم امين انا جبت كريم من المستورد كريم كولاجين طبيعي وصيد على المكونات اللي فيه فجت لي فكرة ان انا ليه معملوش بمكونات طبيعية وهكون ده منها انا بحب المكونات الطبيعية جدا وكان الكريم ده مستورد وكان غالي جدا كان كريم كولاجين تعال واقول لكم هنعمل الكريم ده ازاي في البيت اول مكون معانا من احلى المكونات ومن احسن الحاجات اللي مليانة كولاجين وهنصنع كولاجين نهاردة في البيت حلو جدا بس ما تنسيش انك لازم تصنعي كولاجين جوه جسمك قبل ما تحطيه على وشك يعني لو شريتي كريمات قد كده طبعا احنا معانا هنا بزور الشيا وهنطحن بزور الشيا عزين طحين بزور الشيا دايما تغدي الحاجة من جوه عشان جسمك يصنعها ودايما بقول لكم على الكولاجين بزور الشيا بزور الكتان السمسم حب الرشاد تلاتة دولة ومع بعض وتاخدي معلقة كل يوم بيفرق معاك جدا معانا هنا كمان جوز الهند هناخد معلقة من طحين مبشور جوز الهند تمام هنتحنه كويس جدا خلاص طيب المكون التالت ده كده احنا تحننا وممكن تنعميه اكتر من كده المكون التالت ايه اللي معانا ترتيب عالي جدا هو كالعادة في كل المسكات الجريسلين الجريسلين الطبي مفيش ارخص من كده ولا في ارخص من بزور الشيا ولا في ارخص من جوز الهند تمام ومعانا هنا كابسولة من فيتامين اي خلاص طيب وهنحتاج شوية مية مقطرة او شوية مية تكون غلياها قبل كده كويس جدا ما تكونش ملحنة فيها بس كده تغليها كويس جدا واسيبيها تبرد عشان نستخدمها طيب هنعمل ايه هنستخدم معلقة من مطحون بزور الشيا ناس كتير بتتكلم على مكان الاطباء قفل وعيادة مش عارف ايه هو بقى المسك بتاعك هو اللي هيلغلنا التجعيد احنا بنقول احنا بناخر التجعيد ليه اروح حطيت هنا كمان معلقة من دي ايه جوز الهند وهنحط كمان معلقة من الجريسلين ليه اقعد احقن فيلر بدري والفلر والحاجات دي كلها كلها سموم وكلها حاجات كيميكال انا مش مع اي حاجة كيميكال انت حابة تطبق الوصفة وتشوفي النتيجة تبدلي بين الوصفات اللي انا بشاركها معاكم تمام انت مش حابة ومش مقتنعة تمانتي قدامك عيادات التجميل مطروحي تعملي انتوا فاهمين الاهتمام يا جماعة بياخر الشيخوها الاهتمام لازم تهتمي بالغزة بتاعك رقم واحد وفيتاميناتك والغزة والغزة بتاع وشك من العوامل الخارجية رقم اتنين هتحك عليك لو قلتلك انا بشارك الكريم لو حطتيه هتبقي ملك الجمال العالم تمانتي اصلا مش متغزية من جوة يعني انا قلتلك الاربع مكونات دول لو انت كلتيهم في اليوم معلقة كل يوم هيفرق معاك في بشرتك في الكولاجين في صحتك فيك هتكوني ختي كل الفيتامينات والمعادن اللي اصلا جسمك محتاجها لو انت ما عندكش امكانيات تجيبي فيتامينات ومعادن هنا حطينا شوية مية على الخليط بتاعنا او المسك بتاعنا وهقولك هنعمله كريم ازاي لو انت حابة تستخدمين مسكي زي ده او تضيفي عليه ايه علشان يبقى كريمي خلاص كده احنا عملنا كل بقى ما بتزودي عليه مية بينفش اكتر علشان كده انا حطيت معلقة 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 علشان هو اعمال ينفش كل ما حط عليه مية وزوده يكتر اكتر تمام كل ما تلاقي تخين ومش بيفرد معاكي لأ زودي مية كمان عليه خلاص بس اهم حاجة المية تكون مفلطرة او مقطرة او مغلية شوية حلوية هنقلب بقى كويس ويطلع بقى كل الجل والكولاجين اللي في الحاجات دي كلها والترتيب العالي قلنا حطينا بزرشية معلقة جوز هند معلقة بتاع فيتامين اي ومعلقها من الجرسلين ومية مفلطرة طيب انا لو عندي لو عايزة بقى اعمله كريم اي كريم عندك مرطب بتستخدميه لبشرتك حطيه حطي المسك ده عليه تمام هيبقى كريم عادي كولاجين من احسن واغلى المركات اللي ممكن تشتريها في حياتك وعلى ضمنتي تمام هتستخدميه كل يوم قبل ما تنامي تخسيلي وش كويس بتعملي مسك القهوة بالزبادية او اي حاجة وتخسيلي وش كويس وتحطيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة قبل النوم وتخسيلي بشرتك وتنامي النتيجة بتظهر يعني من اول شهر استخدام وممكن كمان تاكلي المسك ده حلو جدا كولاجين مسؤول عن تراهل الجلد دي وصفة امنة وحقيقي صادقة شوفوا كريم الكولاجين اللي بيبقى محتوي على العلب اللي انتو بتشتروها وشوفوا المكونات وشوفوا المكونات بتاعتنا الطبيعية الربانية اللي لو ما فدتكيش مش هتضرك ولكن بجد كريم هايل مستنية منكو تعليق لطيف منكم اي اكتراح منكم شاركوا صحابكم الوصفات شوفوا كلكم هتبقوا جمال وحلوين الاهتمام الاهتمام اهتمام بالغزة بتاعك والاهتمام ببشرتك هيفرق معاك كتير جدا اهم حاجة صحتك اهم حاجة اهتمامك بنفسك وبعدين تهتمي باللي حواليك شيروا الفيديو اه اعملوا مشاركة اعملوا تعليق اه اه مستنية رأيكم وشكرا ليكم